طبعا يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان مستهدفا المدنيين والتواقم الطبية في الساعات الماضية كان اسم الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان الأكثر تداولا بعد أن حاصرت القوات الإسرائيلية المستشفى واعتقلت من في داخله وقتلت إبراهيم نجل الدكتور حسام تغريدات كثيرة للدكتور حسام نتابع بعضها من توماس يقول دفع الدكتور حسام أبو صفية ثمن موقفه الأخلاقي الرجلي بعدم الانصياع لأوامر الاحتلال وتهديداته في إخلاء مستشفى كمال عدوان قتلوا نجله إبراهيم وهو يصلي على فلدة كبده الشهيد لا بسنزيه الطبي الجريمة كاملة واضحة والشهود كثر وأيضا تغريد أخرى من ابتهال يشهد الله أننا تألمنا لألمك وحزمنا لفقدك فهذا ليس عقابك وحدك وإنما هي رسالة لكل قامة صابدة في شمال غزة ممن تحدوا الإرادة الصهيونية وأيضا تغريدة من دكتور محمد نصر الدكتور حسام أبو صفية رفض إخلاء المستشفى فانتقم منه الصهاينة بقتل ابنه إن الأطباء والتواقم الطبية في غزة أبطال لا بل أهل غزة كلهم أبطال اللهم عجل لهم بالفرج وافتح لنا باب لعونهم يا عزيز يا قدير مع هاشتاج جباليا فلسطين القدس موسيقى